يوسف رجل ملتزم، متزوج وله ثلاثة أبناء، ويسكن في شقة بالإيجار في بيت قديم، ورغم راتبه الضعيف، فقد وقف بجانب أخته الوحيدة الأصغر منه، والتي تعمل بالمحامة بعدما طلقها زوجها لأنها لا تنجب، وقام بنقلها إلى شقته، وقامت زوجته وأبناؤه بخدمتها. في هذا الوقت، ولثت زوجة يوسف من أبيها مبلغا من المال، فاقترحت أخته عليه أن يشتري سويا بيتا معروضا للبيع، على أن يدفع يوسف نصف الثمن، وتدفع أخته النصف الآخر، فوافق يوسف وزوجته، ولأن أخته تعمل بالمحامة وتعرف كل الإجراءات، فقد وثق يوسف بها وفوض إليها الأمر. فقامت الأخت بتسجيل البيت باسمها، وكلما طلب شقيقها الانتقال للبيت الجديد، ماطلته، واخترعت حجة لعدم الانتقال إليه. حتى مرت ثلاثة أعوام، وأصبح ثمن البيت عشرين ضعفا عن ثمنه الأصلي، وعندها أعطت الأخت لشقيقها المبلغ الذي دفعه في شراء البيت، وأخبرته أنها أخذت البيت لنفسها لتتزوج فيه. فبارك لها يوسف وتمنى لها السعادة، ولم يتغير تجاه أخته حتى بعدما عرف أن ثمن البيت زاد عشرين ضعفا. وبعد أيام طلب صاحب البيت الذي يسكن فيه يوسف من السكان إخلاءه لأنه آيل للسقوط، فذهب يوسف إلى أخته يطلب منها السكن معها هو وأسرته حتى يجد سكنا جديدا، ولكنها رفضت بحجة أن خطيبها لن يوافق، فودعها مبتسمة، وعندما وجدها تنظر إليه بدهشة بسبب رضاه، ذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضي عن الله، ثم انتقل يوسف وأسرته إلى بيت أهل زوجته الذين رحبوا به كثيرا، وبعد أيام قليلة أصيبت أخت يوسف بمرض خبيث في أمعائها، وعانت منه شهرين ثم توفيت، وورث يوسف البيت، وانتقل إليه وأسرته، وحزن كثيرا على وفاة أخته، ودعا لها بالرحمة والمغفرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون، ترجمة نانسي قنقر